تعد منظمة التعاون الإسلامي ثانية أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 دولة وتمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي أنشأت المنظمة بقرار صادر عن القمة الإسلامية التاريخية التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط في 25 سبتمبر عام 1969 وانعقدت وقتها ردا على إقدام الصهاينة على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك عقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة ويشار هنا إلى أن الأمينة العام الحالي هو إياد مدني الذي تولى منصبه في يناير عام 2014 تهدف المنظمة بحسب ميثاقها إلى تحقيق عدة أشياء أبرزها التصدي لتشويه الإسلام وتشويه صورته وتشجيع الحوار بين الأديان والحضارات والأمم وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي ومن بين الأهداف أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي بعد ذلك إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة وكذلك بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء تتألف منظمة التعاون الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية القمة الإسلامية وهي أعلى هيئة وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء وهي كما قلنا أعلى هيئة في المنظمة وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات مجلس وزراء الخارجية وينعقد بصفة دورية مرة كل سنة ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة الأمانة العامة وتعد هي الجهاز الإداري أو التنفيذي للمنظمة وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة ومجلس وزراء الخارجية